أهلاً صباح الخير مالك صباح الخير مشاهدين جمعة مباركة للجميع إن شاء الله والأجواء الشتوية رائعة ماطرة مثلجة وبردة في نفس الوقت تبقى دائماً تميز أغلب المناطق الشمالية وحتى المناطق الجنوبية خلال الساعات القليلة المقبلة والبداية بالنشريات الخاصة التي أصدرتها مصالح الأرصاد الجوية فيما يخص تساقط الأمطار حيث أكدت من خلالها على تساقط الأمطار الرعدية معتبرة محلياً مرفوقة بحباد البرد وكمية الأمطار إن شاء الله تتراحم بين 30 إلى 50 ملمتر ويمكن أن تتعدى 60 ملمتر محلياً إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الجمعة إن شاء الله عبر كل من ولاية زوزو بجاية جيجل سكيكدا كذلك عنابة الطارف بويرا قصطيف ميلا قسنطينا قلمة وكذلك ولاية السوق هراس إن شاء الله يا رب تكون أنطار خير نمر إلى الرياح وهناك نشرية خاصة فيما يخص هبوب رياحة قوية بسرعة تتراوح بين 60 إلى 70 كم في الساعة وقد تتعدى 80 كم في الساعة إلى غاية منتصف نهار اليوم الجمعة وهذا عبر كل من ولاية بجاية جيجل كذلك ولاية سكيكدا عنابة والطارف بالإضافة إلى ذلك مشاهدين هناك نشرية خاصة فيما يخص هبوب رياح قوية أكدت من خلالها مصالح الأرصاد الجوية سرعة الريح أنها تكون بين 60 إلى 70 كم في الساعة وقد تتعدى 80 كم في الساعة وهذا إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة عبر كل من ولاية باتنا خنشة وكذلك ولاية أتبسة بالإضافة إلى النشريات الخاصة هناك تنبيه من الدرجة الأولى أقول فيما يخص هبوب رياح قوية وبسرعة تصل أو تتعدى 60 كم في الساعة بداية من الساعة التاسعة من صباحة اليوم تستمر إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال نهار اليوم الجمعة إن شاء الله عبر كل من ولاية إنسالح أدرر وكذلك برج باجي مخطأ نمر الآن مشاهدنا للتعرف خالن خارطة تساقط الأمطار إن شاء الله المرتقبة لساعة القليلة المقبلة بداية من يوم غدا السبت إلى غاية يوم الاثنين يعني ستكون هناك سلسلة من الإضطرابات الجوية المتفرقة الناشاط المحملة بأمطار وثلوجنا نحظ في راحة ميز كل من الجزائر العاصمة البوليدات زيوزوب جاية جي جلسكيك داعا نابا سوق هرس قلمة أم البواقيق سنطينا كذلك خنشة باتنا حتى على مدينة تبوسها داعين وسارة تيارت غليزان شلف وهران كذلك على منطقة الواحات على كل من مدينة بسكرا نغير توقوت ولا جلال كذلك الواديح تكون أمطار إن شاء الله مشاهدين اللحظوا بداية من يوم غدا السبت إلى غاية يوم الاثنين أمطار متفرقة راح تميز أغلب المناطق الشمالية للبلاد وحتى على شمال الصحراء على فترات بكمية تكون إن شاء الله ما بين عشرين لغاية ثلاثين ملامترا محليا كذلك نحظوا تساقط للثلوج على المرتفعات الشرقية وحتى المرتفعات الغربية التي يتراوح علوها ما بين ألف ومئة إلى ألف ومائتين متر إن شاء الله خاصة المرتفعات باتنا خنشة كذلك مرتفعات تبسة حتى المرتفعات الغربية للبلاد راح تعرف تساقط كثيف للثلوج خلال الساعة القليلة المقبلة إن شاء الله فيما يخص الكتل الهوائي ودرجات الحرارة مشاهدين المرتقبة بداية من يوم غدا السبت إلى غاية يوم الاثنين أجواء شتوية باردة إن شاء الله راح تميز أغلب المناطق الشمالية للبلاد حيكون هناك نزول حاد جد حاد إن أصح القول في درجات الحرارة الدنيا تكون ما بين خمس درجات تحت الصف إلى غاية صفر درجة فقط راح نسجلوها عبر مختلف المناطق الشمالية خاصة الداخلية فيما يخص السواحل الوطنية تكون إن شاء الله ما بين حوالي درجاتين إلى خمس درجات فقط جنوب البلاد ما بين خمس درجات إلى عشر درجات فقط خلال فترة الصباحة حتى الفترة الليلية بالنسبة للظاهرة مشاهدين اللحظوا كذلك لأن الأجواء الباردة الحمد لله يعني أنا في فصل الشتاء تبقى ديم الأجواء الباردة حاضرة خلال الظاهرة عبر مختلف ولايات الوطن بالنسبة للمناطق الشمالية راح نسجلو أدنى مقياس حوالي سبعة درجات خلال الظاهرة وهذا عبر مختلف المناطق الداخلية بالنسبة لسواحل الوطنية راح تكون إن شاء الله ما بين عشرة إلى خمسة عشر درجة جنوب البلاد كذلك ما بين حوالي خمسة وعشرين أو قول عشرين إلى غاية تسعة وعشرين درجة فقط عبر مختلف المناطق الجنوبية خلال الظاهرة الملاحة البحرية كذلك سيكون بحر هائج وهذا على طول الشريط الساحلي بالخصوص سواحل الوسطى وشرقية رياح قوية بسرعة تنتصر أو تتعدى 60 كم في الساعة علو الأمواج يصل إلى غير ثلاثة أمتار فيما يخص اتجاه الموجة تكون من غربية إلى شمالية غربية وهذا على طول الشريط الساحلي الحيطة والحذر لكل مستعملي الملاحة البحرية بداية من يوم غد السبت إلى غاية يوم الاثنين إن شاء الله تقدم بحر هائج إلى شديد الهيجل على طول الشريط الساحلي مشاهدين الحمد لله أجواء ماطرة باردة مثلجة مع رياح قوية يعني كل عوامل فصل الشتاء ستكون حاضرة بداية من يوم غد السبت إلى غاية يوم الاثنين المقبل على أقل تقدير بحول إن شاء الله يارب تكون أمطار خير بهذا مشاهدين عاصل ليطي ورقة حوال التقص نعود الآن إلى مالك لاستكمال بقية الأخبار شكرا لك حاسيبة وعلى كل ما قدمت خلال هذا الموعد الأخباري